اطلع محافظ محافظة حضر موت مبخوت مبارك في الماضي على خطة مركز حضر موت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر في مجالات الدراسات والبحوث التاريخية والترجمة والتوثيق والنشر وناقش المحافظ مع مدير عام المركز الدكتور عبدالله الجعيدي ونائب مدير المركز الدكتور عبدالقادر بعيسة الفعاليات والنشاطات الثقافية المدرجة في خطة المركز الذي يخصص حيزا كبيرا من نشاطه العلمي لدراسة تاريخ حضرموت وحضراتها وأعلامها إلى جانب تنظيم المؤتمرات العلمية وتبني الإصدارات العلمية والأوراق البحثية التي تعنى بحفظ وتوثيق تاريخ حضرموت وأشهد المحافظ بالجهد الذي تفذله إدارة مركز حضرموت للدراسات التاريخية والنشر في سبيل توثيق تاريخ حضرموت وكذا الحفاظ عليه والإسهم في رفض المكتبة الحضرمية بعدد من الإصدارات القيمة وتنفيذ العديد من النذوات التاريخية والثقافية موجها بدعم استمرار إصدار مجلة حضرموت الثقافية الصادرة عن المركز بشكل فصلي مؤكدا مساندة المركز لأداء دوره الثقافي المهم